لسه مع ألعاب الصلاة ومعنا تجديد عقود لعبي كرة السلة سيف سمير ومحمد أبو النصر هيستمروا مع سلة الأهلي لمدة أربع سنوات إن شاء الله وكالعادة بعد الإنجازات والبطلات لازم يكون في تدعيمات للاستمرار على المنافسة على القمة والحفاظ على اللي وصلنا له واللي الفريق وصله في مختلف الألعاب الحقيقة غانية خلال الأسبوع الماضي أعلن النادي الأهلي تجديد عقود بعض اللاعبين واللعبات خصوصا في فريق كرة السلة مدير النشاط الرياضي الحقيقة كابتن خلال الأعاضي عامل مجهود كبير جدا مع مجلس إدارة النادي الأهلي وبالفعل تم تجديد عقود سيف سمير ومحمد أبو النصر نجمي فريق الكرة السلة لمدة أربع سنوات خلال الأعاضي كمان قال إنه تم الاتفاق على دم الأمريكي مايكل تومسون وده طبعا مش غريب على النادي الأهلي ولعب منتقب جنوب السودان أموت لتدعيم صفوف الفريق بطولة أفريقيا نحن عارفين طبعا مشاركة بطولة أفريقيا مشاركة قوية والمقرر تنطلق إن شاء الله فيه طبعا تصفيات الأول هنا للمجموعات الأهلي هيبقى موجود هنا في القاهرة والتصفيات كلها في القاهرة من يوم 26 إبريل المقبل وتنتهي يوم 6 مايو هتقام هنا في مصر على بعد كده أن تقوم النهائيات يوم 21 مايو ولحد يوم 27 مايو من الشهر نفسه في رواندا وقرر طبعا الجهاز الفني للفريق بقيادة الأسباني أجوستي بوش وضع برنامج إعداد من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب ده بالنسبة لكرة السلة رجال عندهم منافسة قوية في بطولة أفريقيا نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يكون اللقب من نصبه كمان تم تجديد تعاقدنا مع لعيبات مدينة عمر لعيبة كرة السلة وكابتن فريق كرة السلة سيدات لمدة أربع سنوات الدعم على كل المستوات وطبعا بالتوفيق لكل فرق النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين إنك توصل للقمة تحافظ عليها إزاي؟ بإنك تبقى متطور دايما بتدعم دايما فرقك بتجدد عقود اللعيبة المميزة يعني ده شيء مهم جدا